بعد أن توقف لأسابيع يعاود مستشفى الثورة العام في مدينة تعز العمل ويقدم رعايته الصحية للمواطنين حاليا في هذه المستشفى الثورة قام الجيش باستلام المستشفى مثلا باللواء 170 الآن المستشفى آمن أكثر من ذي قبل لاحظنا مؤخرا عدم دخول المسلحين المشاكل الأمنية بشكل عام غابت نهائيا عن المشهد حاليا المستشفى عاد إلى العمل الآن أغلب الأقسام تعمل بشكل جيد الطوارئ القسم الكليا الصناعية قسم العمليات عودة الخدمات الطبية إلى هذا المستشفى جاءت بعد مروره بمشاكل عدة أبرزها في الجانب الأمني بسبب ممارسات غير قانونية لبعض الجماعات المسلحة تجاوز المستشفى محلة الوضع الأمني بتولي حراسته لقوات تتبع الجيش الوطني لكن توفير الإمكانيات وصرف رواتب الأطباء والموظفين تفقى جزءا بارزا من المشكلة نحن في اللواء 170 دفاع قوي استلمنا هيئة مستشفى الثورة من السلطة المحلية عاد المستشفى لتقديم جميع خدماته وتم افتتاح جميع الأقسام بهذا المستشفى والآن بفضل الله سبحانه وتعالى شعر المواطن بالأمان نطالب بميزانية هيئة مستشفى الثورة العام نطالب بدمعها هيئة مستشفى الثورة العام نطالب بالترقيم المتطوعين والمتعاقدين أسوة ببقية المستشفيات الذين تم ترقيمهم ما يزيد عن أربعمائة حالة يستقبلها المستشفى يوميا بينما تعيش المدينة وضعا صحيا متدهورا وهو ما يجعل الجميع هنا يوجه باستمرار المناشدات للسلطات الشرعية والمنظمات الدولية للالتفات إلى حالة المستشفى وضرورة رفضه بالمسلزمات والمعدات الطبية خصوصا في ظل استمرار حصار وحرب الميليشيا في تعيز تفعيل الأجهزة الأمنية وحماية المنشآت مطلب رئيسي بالنسبة إلى المواطن لكن يبقى الجزء الأهم دعم هذه المنشآت وتأمين حاجتها من المواد الطبية لمواجهة تدهور القطاع الصحي حمزة أمين قناة بنقيس تعيز